روى والد بندر القرهدي المغدور على يد صديق طفولة تفاصيل ما حصل مع ابنه وصديقه في لحظاته الأخيرة وفي التفاصيل التي سردها طه القرهدي للعربية دوت نات قال ابني بندر يسكن معي في نفس المنزل وآخر مرة اجتمعت معه كانت قبل خروجه ووفاته حيث احضر معه وجبة مكونة من همبرغر وشوارمة لتناولها وتركها معلقة على باب حجرته وللأسف لم يعد ليتناولها بسبب وفاته على يد صديق الطفولة الذي حرمه الحياة وتابع ابني عرف عنه الطيبة والمعاملة الحسنة ورضى والديه فهو يعمل في الخطوط السعودية منذ عشرين عاما ولم يعرف عنه سوى الطيبة والخلق الطيبة فقد ربيته على حسن الأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين وعلى حب الخير وأضاف بكلمات كلها أسى وهو يقاوم البكاء زميله في العمل هو من غدر به والحادثة التي وقعت هي دخيلة على مجتمعنا ولم نسمع عنه من قبل فنحن نعيش وسط تربية تعاليم الإسلام والعادات والتقاليد الأصيلة والرفيعة وما سبق أن سمعنا عن إحراق إنسان حي ولا أتمنى لأي أب أو أم أن يعيشها الحسرة التي أعيشها وتعيشها الأسرة وأناشد وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقف عن بث المقطع المؤلم عن ابني حرصا على أسرتي لأن لديه اثنين من الأبناء إلى ذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طاها محمد القرهدي والد المغدور بندر الذي عبر عن تأثره وحزنه بعد وفاة ابنه الذي لقي حتفه إثر إصابته بحروق بعدما استدرجه أصدقاؤه وقاموا بإحراق سيارته وهو في داخلها في جدة وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع قضية بندر التي هزت الشارع السعودي وعبر السعوديون عن غضبهم حول ما حصل ولفتوا إلى أن الحادثة غريبة عن المجتمع السعودي مستنكيرين مثل هذه التصرفات التي لا تمت للإنسانية بإصلاة ووفق مقطع بديو متداول لسيارة بندر التي احترقت أن عددا من الشبان قام بإشعال النيراني في السيارة بعدما وثقوه داخلها ولاذوا بالفرار في جدة وأظهر الفيديو السيارة المتضررة داخل إحدى البنايات السكنية وقد تعرضت للتلف الجسيم